يستعمل طائر أبو تيت تكنيات التحويل والخداع ضد الحيوانات المفترسة المحتملة مثل الحماية الشديدة لعش لا يكون موجوداً أو تشتيت انتباه الحيوان المفترس عبر القافز على ساق واحدة الهدف من ذلك هو جذب الانتباه إلى الطائر بحد ذاته وإبعاد الحيوانات المفترسة عن العش أو صغار الطيور طائر أبو تيت المكنع لديه مجموعة واسعة من الأصوات التي تسمع في أي وقت من اليوم سواء في الصباح أو المساء مثل النداء التحذيري في حال وجود خطر والنداء المهاجم بصوت عال ونداء التودد للزواج والنداء لصغاري أما عن البلدان التي يعيش فيها فهي استراريا وغنية الجديدة وتيمور الشرقية ونيوزيلاندا هذه الطيور أحدات الزواج وتتزاوك مدى الحياة كلا الجنسين يتشارقان في بناء العش سويا وهو عبارة عن عش بسيط في الأرض غالبا ما يتم وضع هذا العش في أماكن جريئة وغير مناسبة مثل الملائف في المدارس أو أسطح المباني وفي حضائق الضواحي ومواقف السيارات في السوبر ماركت يقوم كلا الجنسين باحتضان ورعاية الطيور الصغيرة تولد الطيور الصغيرة بغطاء من الزغط وتكون قادرة على مؤادرة العش بعد ساعات قليلة من فقسها ويمكنها أن تعتمد على نفسها بعد ذلك يشتغل هذا الطائر بدفاعه عن المكان الذي يقوم بالتعشيش فيه ويصرخ على أي كائن حي يريد التسلل إلى عشه بصوت عالي ثم ينشر أجنحته وينقض على الحيوانات المهاجمة من خلال مهمازه الأصفر يمكن أن تدافع هذه الطيور عن فراخها من خلال التظاهر بأن أجنحتها مكسورة لجذب الحيوانات المفترسة أو الإنقضات على الحيوانات المفترسة عندما تدافع هذه الطيور عن أعشاشها طائر أبوتيت المكنع هو طائر آكل الحشرات فإن هذا الطائر يساعد في إبقاء أعداد الحشرات الأسترالية تحت السيطرة لذلك يعتبر مهم من أجل الحفاظ على توازن النظام البيئي اشتركوا في القناة